أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلومات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامجكم الرمضاني عظم حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليوم مع شخصية عظيمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع خباب بن الأرد رضي الله عنه وعرضاه ونبدأ قصته من سيدته أم أنواء أم أنمار الخزاعية ذهبت إلى سوق العبيد لتشتري عبدا تحتاجه فيقيم أعمالها ويلبي مطالبها وتريد أن تعلمه حرفة يكسب الكسب والقوة من بيده فذهبت إلى السوق وأخذت تفتش وتتفرص في وجوه العبيد حتى وجدت غلاما فالشروط التي كانت في ذهنها وجدتها تتوفر في هذا الغلام فدفعت ثمنه وأخذته معه وفي الطريق تسأله ما اسمك يا غلام فيقول خباب ما اسم والدك يقول ابن الأرط خباب ابن الأرط من أين فيقول من نجد قالت إذن أنت عربي قال نعم وأنا من بني تميم قالت وما شأنك يعني كيف حتى أصبحت عبدا تباع وتشترى قال غارت قبيلة على حينا في نجد وكانت هذه هي خصر العرب قديما إلا من رحم الله فكان يغير بعضهم إلى بعض قال فأخذت الأنعام وسبت النساء وأخذت الأطفال وصرت أباع وأنتقل من يد إلى يد حتى الآن أنا عندك هذا كلام خباب رضي الله عنه وأرضاه لهو الأصل حر من بني تميم ولكن انظروا الأفاعيل الذي يرى هذا الجانب فيقول هذا جانب محزين وكيف يعني ولكن ما شئة الله سبحانه قد يجعل ربنا في الشر خيرا ورب محنة في طياتها منح رب محنة في طياتها منح هذا الغلام يصير عبدا ولكن الله عز وجل يريده لأمر آخر عظيم مثل سيدنا يوسف عليه السلام رماه الإخوة في البئر فهو في الظاهر شر ولكن الله عز وجل يريد به خيرا حتى جعله على خزائن مصر فخباب هكذا نفس الشيء كل هذه الدورة وهذه المشاق ليكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذته أم أنمار إلى رجل يحترف صناعة السيوف قالت هذا الغلام علمه صناعة السيوف وبالفعل في زمن قصير تعلم صناعة السيوف وسيدنا باب من خلال ما حدث لقبيلته ومن خلال تحوله إلى عبد وأنه يباع كره أخلاق الجاهلية وتصرفة الجاهلية وكان كل ما كمل العمل انتاعه يعني مساء يبقى يفكر يعني هذا الأخلاق وهذا الظلم الاعتداء كيف لحر أن يتحول عبدا يعني مش راضع للمجتمع العربي بأكمله حتى في يوم والأيام يسمع بخيط النور يسمع ببعثة محمد صلى الله وآله وسلم أن هذا الرجل يدعو لعبادة الواحد الأحد ينبذ عبادة الأصنام يدعو إلى المساواة وأخلاق عظيمة فيسرع مباشرة ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي كان هو رقم ستة من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أحدهم مضى على خباب زمن وهو سدوس الإسلام وسيدنا خباب يعني ما حشمش ولا خاف لما أدخل في الإسلام بل أعلن إسلامه وجهر بإسلامه ولم يخفيه ولم يخفي الله لوم تلائم حتى كما ورد في الحديث سبعة أظهروا إسلامهم أولهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال وخباب وعمار وغيرهم من الذين أظهروا إسلامهم بينهم خباب فلما سمعت أم أنمار وسمع يعني أخوها سباع جاءوه هو يشتغل فقال هل بلغنا أنك صبأت ولم نصدق قال لم أفعل ولكن أسلمت اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم آمنت به فانهال فانهالوا فانهالوا عليه ضربا بالأياد وبالحديد وبكل شيء موجود حتى أغمي على الرجل من شدة ما فعلوا به ومن شدة ما عذبوه وفي نفس الوقت لما سمعت قريش وزعماء قريش بهذا الأمر الذي خلى الغلمان وخلى الناس يجرؤون على سادتهم ويدخلون في الإسلام فقرروا بأن كل عائلة عندها عبد دخل في الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو كل واحد ما عندوش قبيلة وما عندوش من يمنعه إلا ويعذبون فعذب بلال وعذب عمار وعذب خباب تعذيبا شديدا من الناس اللي قاسوا كثير في الدعوة سيدنا خباب أنواع يعني العذاب لقيها كان يكوى كانت أم أنوار بنفسها أم أنمار مع أخيها تارة الأخ وتارة هي يعني يجعلون السيف والحديد حتى يحمر ثم يوضع على رأسه حتى يغمع عليه وتارة على جسده كانوا يجمعون الحطب ويوقدون عليه النار فلما يصبح جمر يجزعون الثياب لخباب رضي الله عنه ويجرونه على ذلك الجمر يقفون على صدره بأحذيتهم يجعلون الحجارة على النار ثم يضعونها على ظهره حتى نزع لحم ظهره اللحم من ظهره رضي الله عنه وأرضه أنواع من العذاب فيطلب من النبي أن يدعو له ودعا له النبي بالنصر وسبحانه مغير الأحوال يعني توقف أذاء المشركين عن خباب ومرت أيام أم أنمار تصاب بمرض يسموه السعار وهي أنها تعوي مثل الكلاب واجروا مع الأطباء وقالوا لهم كين دوكين حاجة وحدة وهو الكي على رأسها الكي في رأسها ولم يستطع أخوها سباع أن يفعل ذلك ما كان يش اللي يقدر قالوا نجيب أخباب هو الذي يكويها في رأسها فانتقم الله له وهي حية وبيده فكان يضع الحديد الساخن على يكوي رأسها حتى حتى ماتت ولا تهدأ حتى تكوى ولكن ماتت في مرضها هاجر خباب إلى المدينة المنورة أكرمه الله برؤية السباع وهو يقتل على يد حمزة رضي الله عنه في غزوة بدر رأى ذلك المشهد ذلك الرجل الذي كان يعذبه يقتل أمام عينيه على الكفر وبيد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه أرضاه عاش مع الخلافاء الأربع مات في خلافة علي رضي الله عنه أرضاه شارك في كل الغزوات معنا النبي شارك في الجهاد مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي رضي الله عن الصحابة أجمعين فتح الله عليه الدنيا بعدما كان فقير لا يملك دينار أصبح عنده من الأموال ما لا يعد ولا يحصار حتى أن أمواله كان لا يضع عليها رباطا يخليها مفتوحة والفقراء يأتون فيأخذون ما يشاءون سبحانه كان من الفقراء يقولوا ربي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لأن قريش رفضوا أن يجعل لهم النبي مجلسا مع مجلس بلال وخباب الفقراء فتح الله عليه الدنيا فعاش مجاهدا ومات على حسن خاتمة وقف علي رضي الله عنه على قبره فقال رحم الله خباب أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين نسأل الله أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في صحبتهم وفي صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر